السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة كليكوك معكم مرين بركة شكركم قبل كل اي فيديو على تفاعل ديكم كبير مع السلسيلة جديدة وان شاء الله نلبي اليوم النتائج اللي كانت في السيفساء انا الاغلبية هو الفيديوهات قصيرة بزر يعني غادي نبقى دائما نحدها في 10 ديال دقائق كحد اقصى وان شاء الله بقى معي اليوم غادي تكون واحد طريقة جديدة للباتفايتي اقتصادية والسريعة ونتيجة ديالها مبهرة جدا ونبدو ان شاء الله بالواسطات نبدو اول شيء بالحرشة ديال الشعير كنتو طلبتوها مني كتير فاش كنت احطيت لكم السور ديالها سنحتاجوا فيها اول شيء هنا البلبولة ديال الشعير تقريبا عندي هنا 150 جرام كنحاول نعطيكم مقارير مضبوطة بالنسبة المتدئات باش نجح لهم الوصفة 150 جرام عندي تقريبا 1-4 مع القكبار 5 ديال زيت الزيتون بالقياسات 1-15 جرام تل 20 جرام ديال زيت الزيتون نضيف الماء طايب هنا يكون غليان تقريبا واحد كهسونس انبا يعني يكون فيت شوية القياسة المياه ديال الماء ونغطيها ونخليها تقريبا واحد ساعة القياسات 1-100 جرام ديال المطايب نخلي ساعة تاي ولي بحالة كده كتلة يعني كيشربوه كيولي بهات الشكل هادا غدي نضيف لي واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة فورية غدي نضيف شو ديال كامون كيجي رائع فيها غدي نضيف الملحة بالطبع لانا كيجو حرشات مالحين كنزيد هنا واحد معلقة كبيرة ديال ديال البلبولة هي نيسا هكا باش تبقى مقرمشة لداخل كنزيد واحد جوج معلقة كبار ديال السميدة تقريبا غدي نقول واحد ثلاثين جرام وزيت الزيتر وكنخلط مزيان وكنخليها هكا على جنب انا غيد دخلو الكوزينة بدأوا بها هي اللولا وهنا غدي نضيف واحد نص بيضاء منطربة ونص الاخر خليه غدي نصوبو به وصفة اخرى ان شاء الله ممكن ما تضيفوه ولكن انت هي كتطي واحد لها شوشية زوينة لهذه الحراشات سوف نصدهم ونخليهم على جنب كيبولي كتدوز بحضرة واحد ساعة كيبولي بحلقة كخفافين سوف تزيدو هنا زيتون كحل وخلطوه سوف نصوبوه طريقة ديلي بش يجوني مقدين كندير هاد الكويسة ده كنشد بيه العبار ومن غي كن اعطيكم افكار بش تجيكم الحاجة مقددة كيجوا قد قد سوف هنا يا كان مرمضهم شوية فاديك البلبلة ديال الشعير سوف ندير بهاد ديال الحرشة بش يجو هكذا مقدين هنا راه المقلة باردة سوفي كنصوف المسائل الكاملة ديالي وكنديرها فوق النار هادئة ويطبوا على خاطرهم سوفي تكي طيب وكنقلبهم غيب شوية تكي تحمروا كيجوا رائعين وصحيين ندوز الوصفة الثانية غانيحتاجو فيها هناش فيدي الزيت زيتون مع البصلة كنشحرهم زيان ورق سيدنا موسو هاد الحشوة رائع رائع جدا كنضيف الزيت ديال الطوم من بعد كنضيف الفلفل الاحمر نقطع هكا مكعبات كنشحر كنزيد هنا يا واحد القطعات ديال متشا ديال الحوك هدي صنع منزلي لاحقا نعطيكم طريقة جاتني طلبات كثيرة عليها نضيف واحد ثلاثة ديال فصوص ديال الطوم وكن نحركها كده مزيان النار كتكون عالية كنزيد ديالة حمارة كامون الملحة البزار قصب الريابس رائع انا كنت جميع قصب الريابس وكتيجزوين في الحشوات من بعد كنضيف جوج ديال حكاك ديال الطوم او لحسب الليم توفر انكم غي واحد مشي مشكل كنزيد زيت زيتون كنزيد وكن نحيد غي شوية نخليهم يتشحروا ونحيد نزيد الاربع طري وكنزيد البيض مسلوك تقريبا هنا عندي اربعة ديروا اي كمية اني ما تتقيدوش بهذه الكميات اللي متوفر عندكم ديروا غان عمروا بالبطبوت شوفوا الحلقة الليولة درتلي معكم البطبوت بالدقيق القمح الكامل بالطبع مخلط مع الفورس ماشي بوحده ونضيفو نحضر البطبوت خاطئره نحتاجو فيها 500 جرام ديال دقيق غادي نحتاجو فيها غادي نعجن غي بيدي هنا الملحة واحد بجمع القديل الخل غادي نتعمد نعجن بيديه انا كديني اسئيلة واش ضروري نعجنو بالعجانة انا عندي تغماميكس عندي لعجانة هنا غادي نعجن بيديه باش نوريكم بانه مشي ضروري النجاح ديال اي وصفة اننا نعجنوها في العجانة تبليد غادي تنجح يعني هنا غادي نعجن الخليط ديالي ما غادي ندلكوش وغادي نخلي شوية قاسح نضيف الماء هتلاحظوها هنا يرى ما مدلوكة موالو غادي نجمعها صافة ونخليها ماشي ضروري تدلك بززاف وتبقى شوية قاسحة ما ترطبوهش مزيان وغادي نخدمها بساعتها يعني هاد البطفئيتي سريعة ومغنديش ندير واحد الكيمياء كبيرة ديال الزبدة ونتجا دياله رائعة ممكن نصرحه هنا ممكن دروا مارغارين وممكن زبدة مهم هنا عندي 250 الزبدة كتعطي لده ولكن ما كتعطيش توراق المارغارين كتعطي التوراق انا هنا يغن دير 200 زبدة واحد شوية المارغارين باش تعطي التوراق إلا درسوا المارغارين بوحدتها غايج يكون التوراق رائع هنا غادي نحكي هكام لك تكون زبدة باردة وغنضربها هكذا بهد القطاع وغنضربها فوق وحده ولا اسهل والنتيجة صراحة رائعة هنقول هذي شبيهة الباتفيت باش منضموش للوصفة ديال الباتفيت يعني ماشي هذي طريقة دياله ولكن هذي طلبات كتيرة كتجين الناس ما تيبغوش يديروا الطريقة ديال الباتفيت كتجين طويلة الله ما اختصتها لكم باتطريقة هذي سافير الخرانية كنقلبها فوق منها وكنضغطوه مزيان سافيرو غد دخلوها لتلاجة اول مرة اول حاجة دخلو الكوزينة دخلوها لتلاجة سيقرر بالوقت سبقى واحد ساعة وغاتخدموها ادروا بها اي اشكال بغيتو ديال الباتفيت انا غنضم معكم بشكل ساهل هنا ايتا قررت نسالي صافي وانا جبدها شوكي باش كتولي زبدة كتقصاح وكنسرحها عادي يعني غنخدمها بساعتها ما غادي ندخلها لتلاجة اول يعني القياس اللي دخلتها في اللول غير معني دبن نخدمها هنا الجيهة التحتانية كنقلبها انا كتشوفو يلي كتكون خارج فيها شوية زبدة كنقلبها كنطويها عاود نسرحها وانطويها صافي لا غير يعني جوج دورات غن دير صافي غيب حلا كنطوي العجينة باش تسبك ليا شوية صافي وغنخدمها مباشرة صراحة رائعة وسهلة يعني ممكن تاخد شوكس طويل ونتيجة زوينة هنا اي ممكن تحتافضو بها في الكنجلاتور ومدام درنا فيها الخل غادي تشدوها تقدو تحتافضو بالنصف في الكنجلاتور تشدوها وقت ما بغيتو تخدمو باولتا في الثلاجة تبقى واحد ليومين انا هنا غنخدمو الكيميات كاملة غادي ندير فيها غير فروماج وشوية السوري مي هكداشا دوائر يعني عمروها بأي حشو بغيتو تل حشو اللي درنا قبلها في البطبطرة ممكن تديرو هنا غادي جيجي رائع تاوكا نديرو بخترات سوف نشدها بطريقة عادية هكدا غير بالفرشيطة يعني سوف ندهنها بالبيض وغادي نديرها في الفران دائما البيضة اللي بقيت لا نضيعوها سوف ندهنها بالحريره سوف ندهنها في الحريره دائما البيضة اللي تكون لعفية مجهده في الأول يبقى 1-20 دقيقة بشيطة تقرمو بشيطة سوف ندهنها بالقرمشة رائعا سوف نضيفه نحتاج الكينوة أنا طيبة هاقبل كينوح الفيديو فيه هناك طريقة كيفية تحضر الكينوة سوف ندخل عليه الرابط سوف نضيفه طماطم هنا البصلة الفلفلة مقطع حمارة وخضراء صغيرة سوف نضيفه رائعا الصلطة الملح والبزار تعطيسون الابون الملح وضع البلوك نضيف الكلوة وضع الزيتون نضيف الزيتون قاعد كنضيف القصبر مادنوس هكذا من قطع طريق عفون غير مادنوس بلا قصبر غير مادنوس أفضل صافي وهذا هو الأطباق النهائية البغريرة دائما كنتشوفوا لي هاداكرا كندروف الكانجلاتة وحضرته معكم في الحلقة الأولى بالقمح وان شاء الله غادي نتقاسم معكم البغرير بالشعير بزاف بغاوا الطريقة دياله كنت تقاسمت معكم في انستغرام وهذا هم الأطباق النهائية دائما صارتها كتكون حاضرة عندي في المائدة ماء وجوج ديال انواع ديال المملاحات والشعورة بالطبع بقاتلية من شعورة ديال البالح اللي حضرتها معكم ديال الخضرة هي اللي درناها اليوم يعني املكات شيتشي حاجر هي اللي كنعود نحطها في الفطور في الشعورة اما الحريرة او الشعورة وصافي غادي ندوز نحضر معكم العشاء العشاء او الصحور اللي بغيتون مهيما نعطيكم افكار هنا غادي تحتاجوا زيت الزيتون مع المصلة هنخليون يتشحرون زيان مع هاد الفخيضات ديال الجاج ديروتا طريفات ديال الدجاج صدر اللي بغيتهم اشي مشكل غادي نضيف الخيزو غادي نضيف الجلبانة وهديك المكعب ديال طماطم وغادي نزيد هنا العطرية ديال الدجاج رائعة والخرقوم والبزار وسكنجبير كي يجيوا رائعين هاد الفخيضات غادي نزيد هنا الطماطم والفلفلة حمرة مطيشة وفلفلة حمرة وغا نخلي كل شي طيب ضغير يعني واحدة عشر دقائق تيشرب هذا الماء دياله وغادي نزيد هنا القمح ابلي ديروا اي نوع ديال القمح اذا ما عندكم مشغيل قمح عادي فززقوه ليلة كاملة وخدمو به ولا ممكن تديروا فضل وصفة الروز مش مشكل سفيك نزيد القياس ديال هذا ديال القمح والقياس ديال الماء نخلي هي طيب عشر دقائق بضبط كتكون واجزة يعني هاد شي انا كنحضروه في الليل سوف تقدموها بالهنائي والشفاء مهم ممكن هذا تقديم عالي ديال الزربة وهذا تقديم زوين وغادي ندوزون نحضروه التحليات التي قدرت نجاح العام الماضي سنحتاج هنا واحد الأولبة ديال نيدو نحمصوها على عافية مهي لاب بزاف تيولي لون دياله هكذا نديروا في واحد الكاسر سنزيد البودرة ديال النيدو اللي كنت حمرت وغنزيد النشاط وغنزيد السكر وغنزيد الحليب 1 اترو وغنحرقه معا نديروا فوق النار نشاط 60 جرام هي واحدة ستاديال معالق كبار كلها معالقة كتوزين تقريبا 15 جرام تكلي ولي بحال هكذا نحيدو من النار ونزيد عليه واحد بيرلي هذه جربتوها منكم بزاف كانت درت نجاح العام الماضي صراحة ان كتجي رائعة وكنكوبها هكذا في الكيسان تكت برد مزيان وكنزينها بأي شيء متوفر هناك أوريول فواكيه وشوية ديال اللوز وهذا هم الأطباق نتمنتنا الإعجاب لكم نتلقوا لغد ان شاء الله نتمنتنا الإعجاب